الإعلان صباح اليوم الأحد عن النطاق السعري إلى الشركة زاد من شهية وإقبال المستثمرين على الطرح اليوم كان الحديث يتراوح ما بين 1.5 تريليون دولار إلى 2 تريليون دولار الطرح اليوم الأعلن النطاق السعري فيه ما بين 1.6 إلى 1.7 في اعتقاد السعر جدا منطقي وجاذب للمستثمرين ولاحظنا اليوم ارتفاع كبير في شهية المستثمرين كذلك والإقبال على هذا الكتاب لما تم الإعلان عن النطاق السعري أعتقد أن هناك شهية كبيرة اليوم نتحدث عن عوائد استثمارية نقدية تتجاوز 4.4% فيعتبر جدا جاذب خصوصا أن هذا يتجاوز العوائد النقدية اللي يمنحها سوق الأسهم السعودي بالكامل كذلك هناك إقبال بشكل كبير من قبل المؤسسات المالية سواء المحلية أو الأقليمية أو الخارجية يعتبر اليوم وجود شركة مثل أرامك السعودية بتدفقات نقدية عالية بربحية مرتفعة تتطاعف وتتجاوز الأرقام لمثيلاتها العالمية اليوم لم نأخذ اللاعبين الكبار في النفط إكسون شيل وشيفرون وغيرهم جميع الشركات هذه مجتمعة لا تصل إلى التدفقات النقدية اللي تحققها أرامكو يعني ما يهم المواطن السعودي وأي مستثمر عالمي هي تدفقات النقدية والعائد على الاستثمار في اعتقادي جدا عائد مستقر شركة تعتبر من الشركات الدفنسيف أو الدفاعية نوعا ما وكذلك يعني تتميز بميز تنافسية عديدة يعني انخفاض التكلفة قدرتها على تمويل مشاريعها بشكل سالس وبسيط وبتكلفة منخفضة